السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في مادة الرياضيات ان شاء الله سناخذ كتاب الطالب وكتاب التمارين والدوسية الآن رح نستذكر ما تعلمنا بالحصة الماضية العدد التالي يعني أنا بزيد العدد واحد لمين بزيد أنا؟ بزيد الآحد مثلا ثمانمائة وخمسة وثلاثون بحط خط تحت الآحد الخمسة بعطيها واحد شو بسير ستة بنزل الثمانية مئات وثلاثة عشرات برجحهم زي ما هم بنزلهم الخمسة آحد بسير ستة يصبح العدد التالي هو ثمانمائة وستة وثلاثون أما العدد السابق بنقص واحد مثلا العدد هو ثلاثمائة وثلاثة وعشرون بدي العدد السابق بالعدد الثلاثة ثلاثة بأخذ من الآحد بنقص من واحد بسير اثنين ثلاثة مئة واثنان وعشرون نكمل اليوم درسنا ان شاء الله العدد الواقع بين العددين اليوم عنوان درسنا هو العدد الواقع بين العددين اليوم هو الاثنين الاث اث ان اي ان التاريخ تسعة عشر عشرة لعام الفين واثنين الآن يا ثاني عندي عددين متروك بينهم فراغ هذا اللي واقع بين عددين واقع بين العدد السابق والعدد التالي انا بدي اوجد هذا العدد الموجود بالفراغ المطلوب عندي بالفراغ الآن ثلاثمائة وخمسون بحط هاي الطريقة السهل بحط خط تحت الصفر بعطي تحت منزلتي الآحات بعطي واحد صفر اعطي واحد شو بسير واحد آحات بنزل الخمسة عشرات والثلاثة مئات او الطريقة الثانية بحط خط تحت الاثنين بوكل منه واحد رح ينزل واحد آحات خمسة عشرات ثلاثة مئات العدد الواقع بين العددين هو ثلاثمائة وواحد وخمسون نفس الشيء خلينا نجرب انا وانتو التمرين الثاني ستمائة وواحد وثمانون عنا فراغ ستمائة وثلاثة وثمانون ما هو العدد الواقع بين العددين حط خط تحت الواحد الآحات واعطي واحد هو واحد واعطي واحد شو بسير ثنين ثمانية مئات بتنزل ستمائات بتنزل ثمانية عشرات بتنزل تسعمائة وواحد وتسعون العدد تسعمائة وواحد وتسعون تسعمائة وثلاثة وتسعون ما هو العدد الواقع بين العددين العدد السابق والعدد التالي بحط خط تحت الواحد واحد بعطي واحد بسير اثنين تسعمائات تسع عشرات اثنين احد مئتان وعشرة مئتان واثنى عشر ما هو العدد الواقع بين العددين الصفر أعطي واحد شو بسير واحد مئتان وإحدى عشر ستة مئة بنحط خط تحت الصفر الصفر أعطي واحد بسير واحد ستة مئات صفر عشرات ستمائة ستمائة وواحد ستمائة واثنان أربعمائة وتسعة وخمسون أربعمائة وواحد وستون خط تحت التسعة التسعة أعطيها واحد شو بسير عشرة معناته هون صفر هذا الواحد وين حطناه أعطناه للخمسة لأنه ما بيصير نحط العشرة جمد بعض ويصير خمس أربعة خمسة واحد صفر ما بيصير حطينا الصفر احنا قلنا التسعة وعطناه واحد عشرة حطينا الصفر هون والواحد أعطناه للخمسة الخمسة صارت ستة أو أربعمائة وتسعة وخمسون تستحكي شو بيجي بعد التسعة وخمسين ستين بكتب ستين الطريقة اللي بتناسب الطالب بنيجي على كتاب الطالب صفحة رقم سبعة وعشرون أنا حضرت صفحة رقم سبعة وعشرون نعم اليوم هو الاثنين أ ال أ إث إن إي إن الاثنين حطيت الهمزة تحت في كلمة الاثنين تاريخ تسعة عشر لشهر عشرة لعام الفين وعشرين بدنا نقرأ السؤال أكتبوا العدد الواقعي الواقعة بين العددين في الفراغي بدنا نكتب العدد الواقع بين العددين في الفراغ يلا نبدأ يا منار خمسمائة وواحد وثلاثون ما العدد الواقع بين خمسمائة وواحد وثلاثون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الواحد أعطي واحد شو بسير ثنين شو بنعمل يا محمود بالمئات والعشرات بنزلوا زي ما هم ممتاز نيجي خمسمائة مئتان وخمسة مئتان وسبعة ما هو العدد الواقع بينهما 200 صفر عشرات الخمسة حطت تحت خط خمسة أعطيها واحد شو بتصير ستة سهل ثمانمائة وتسعة وتسعون تسعمائة وواحد تعال التسعة أعطيها واحد شو بتصير عشرة بسير أكتب ثمانية تسعة واحد صفر لا هذا الواحد بيجي رفيق للتسعة أنا بيجي عندي التسعة صفر بنحطه تسعة واحد تسعة واحد صفر بنصير نحط الواحد هون لا بيروح عندي الثمانية بيسير تسعمائة في طريقة ثانية وأنا هاي الطريقة أنا شايفها أسهل اكمل ثمانمائة وتسعة وتسعون شو بيجي بعدها تسعمائة تسعمائة وواحد في حال بعض الأمهات رح تواجه مشكلة مع الأطفال إنه مش فاهم التسعة وتسعين كيف بده يقفلها للتسعمائة الآن احكي له تعال لا تبلش من العدد السابق بلش معه من العدد التالي هذا الصفر الواحد بدنا نوكل منه واحد شو بيصير صفر نعطيهم بننزل الصفر الصفر عشرات بنزل والتسعمائة بتنزل ثمانمائة وثمانية وسبعون ثمانمائة وثمانون الآن الثماني أعطيها واحد شو بيصير تسعة سبع عشرات بتنزل ثمانمائة بتنزل تبرير يقول خالد أن العدد السابق للعدد مئتان وعشرون هو مئتان وعشرة هل أتفق مع خالد أبرر إجابتي لا هاي مئتان وعشرون شو العدد السابق لإله الصفر كل منه واحد الآن ما بيعطيني الصفر معناته بنروح على الاثنين العدد العشرون شو العدد اللي قبل العشرين اللي بيصبق العشرين تسعة طاش إذن مئتان وتسعة أنا قفصت نقصت واحد عدد واحد العدد السابق ناقص واحد فقط مش عشرة واحد نشاط منزلي هنا واجب على دفتر الطالب مع كتابة عنوان الدرس واليوم والتاريخ عنوان الدرس العدد السابق والعدد التالي اليوم هو الاثنين تسعة عشر تسعة عشر يوم الاثنين نشاط منزلي أذكر أمام طفلي عددا مكونا من ثلاثة منازل ثم أطلب أن يذكر العدد التالي والعدد السابق له أنا كتبت السؤال لابني الصغير على دفتر الرياضيات نشاط منزلي العدد السابق والعدد التالي الاثنين 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 تسعة أو تسعة عشر عشرة أذكر أمام طفلي عددا مكونا من ثلاث منازل ثم أطلب إلي أن يذكر العدد التالي والعدد السابق له كتبت مثلا خمسمائة وتسعة وثلاثون مئتان وثلاثة خمسمائة وسبعة وخمسون الآن التسعة للعدد السابق بنقص منها واحد بسير ثمانية خمسمائة وثمانية وثلاثون الثلاث للعدد السابق بنقص منها واحد بسير اثنين مئتان واثنان خمسمائة وسبعة وخمسون بنقص منها واحد بسير ستة 556 وخمسون الآن العدد التالي 539 بزيدها 1 التسعة بصير 10 بعطي الصفر للثلاث بصير 4 540 203 بعطيها 1 بصير 204 557 بعطيها 1 558 هاي مثلا الأمثلة أنا كتبتها تقدر أنت تكتب أي أمثلة بتشوفها مناسبة لمستواك وتحلها على الدفتر أنت وماما ماما بتكتب لك التدريب وأنت بتعله الآن رح بعد الانتهاء من كتاب الطالب للعدد السابق والعدد التالي رح أنتقل معكم إلى دوسية الطالب دوسية الطالب بنفتح صفحة رقم 13 أكتب العدد الواقع بين العددين يا صغيري 864 866 الأربعة أعطيها 1 511 6800 510 512 الصفر أعطي 1 بصير 1 1 1 500 938 9 9 9 8 أعطيها 1 بصير 9 9 13 9 9 9 116 6 7 11 11 11 11 11 744 744 746 746 10 10 10 9 10 10 9 10 9 10 بسير ثمانية ثمانمائة وستة واربعون الستة شو بسير خمسة اربعمائة وتسعون الصفر بوكل من واحد ما بعطيني بروع التسعة التسعة شو بسير تسعة وثمانون اربعمائة وتسعة وثمانون تلاثمائة وسبعة وستون السبعة كل من واحد بسير ستة بنكتب الاجابات هنا في كل المسائل اكتب العدد التالي العدد التالي بدي ازيد واحد يا ماما يلا الواحد بألعب مع الاحد المئات والعشرات بنزلوا زي ما همه الواحد شو بسير ثنين ثلاثمائة وثلاثة وسبعون الثلاث شو بسير اربعة اربعمائة وثمانية عشر الثمانية شو بسير تسعة ثمانمائة وستة وعشرون الست شو بسير سبعة رائعين جدا 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 اشكركم على حلكم الرائع والمتميز لدرس العدد السابق والعدد التالي لحصة يوم الاحد ثمانية عشر لشهر عشرة لعام الفين وعشرين جميعا ابداعتم اشكركم وان شاء الله رح اجد هذا الابداع ايضا في الدروس القادمة اكتب العدد الواقع بين العددين العدد الواقع منيجا العدد السابق وبنعطيه واحد اسهل النا الام ستمائة وخمسة وخمسون بعدين ستمائة وستة وخمسون ستمائة وسبعة وخمسون مائة وتسعة واربعون تسعة واربعون بدي اقفلها شو بسير يا ثاني خمسون مائة وخمسون مائة وواحد وخمسون دقرة يعني في طالبة تواصلت معي ام طالبة بتحكي لي انا بنتي دقرة مش رافي تحل مائة وتسعة واربعين مش قادر تكمل انه مائة وخمسين تعالي يا ماما هون هاي حكي لالواحد كلي منه واحد شو بسير صفر رجعنا لحل نفسه مائة وخمسين تمام الموضوع جدا سهل وكثير حلو وان شاء الله لدروس الجاي احلى من لدروس اللي عدت اكتب العدد المفقود اربعمائة وسبعون شو العدد السابق اربعمائة وتسعة وستون العدد التالي نعطي واحد اربعمائة وواحد وسبعون طيب مائة وتسعة وسبعون مائة وثمانون مائة وواحد وثمانون ثلاثة مائة واثنى عشر لازمنا نقص ثلاثة مائة وإحدى عشر ثلاثة مائة وعشر هون زدنا واحد هون نقصنا واحد نقصنا واحد زدنا واحد تمام فهمنا هاي ثاني عدد مكون من ثلاث منازل والعدد التالي له فيه منزلتان مختلفتان عنه فما ذلك العدد؟ اكتب خمس أعداد يلا نكتب الأعداد الآن اللي بتكون تسعة عشر هذا بدي أعيد السؤال عدد مكون من ثلاث منازل العدد التالي فيه منزلتان مختلفتان عنه فما ذلك العدد؟ يعني بيكون أحد وعشراته ما إلو دخل بأحد وعشرات العدد الأول أكتب خمس أعداد مختلفة هاونا السؤال اللي هو تقفيلة الأعداد 59 بنطقل للستين 19 بنطقل للعشرين 29 بنطقل للثلاثين 39 بنطقل للأربعين 49 بنطقل للخمسين وهكذا الآن الآن أنا كتبت مجموعة من الأعداد مثلا 359 بعطني 360 الآن العدد التالي له مثلا 829 العدد التالي له 830 619 العدد التالي له 620 189 العدد التالي له 190 749 749 العدد التالي له 750 هذا العدد الحل الصحيح يا ثاني مثلا 19 أنت انتقلت إلى منزلتين مختلفتين العشرين 29 انتقلت للثلاثين منزلتين مختلفتين 39 انتقلت للأربعين منزلتين مختلفتين مثلا لما أحكي 313 تيجي تنتقل 314 هنا انت غيرت منزلة واحدة هو بده منزلتين مثلا 29 39 19 هاي بتساعدنا على الانتقال يا أمها 849 بده يفهم انه بده يقفل للـ 150 الآن لو تبلشي معه تحكي له 19 بتوديني للعشرين 29 بتوديني للثلاثين 39 بتوديني للأربعين 49 بتوديني للخمسين 59 بتوديني للستين 69 بتوديني للسبعين 89 بتوديني للتسعين الآن رح يحفظها الطالب غيبا رح تكون سهلة عليه وأموره سلسة بإذن الله اليوم بكون أنهيت درس الرياضيات العدد التالي والعدد السابق بتمنى ما أكون طولت عليكم الدرس جدا سهل بشكركم مرة ثانية على تعاونكم على إبداعكم معي إن شاء الله بتكون سنة خير علينا وإن شاء الله أني ما بقصر معكم بأي إشي أي سؤال أي استفسار أنا حاضرة يا أمهاتنا ويا طلابنا الحلوين وأنا اشتقت لكم كثير بشكركم على رسائلكم الحلوة يعطيكم ألف عافية ومشكرات يا أمهاتنا على جهودكم الحلوة والجميلة ترجمة نانسي قنقر